أخورين جداً بالحديث عن إنجاز وطني وفخر للطب الوطني والدكتور خالد أم سلم الذي تصدر وهو طبيب أردني خالد موسى عفواً وتصدر تصنيفات الخبراء الدوليين في أمراض الدم حيث جاء من أفضل عشر خبراء في فقر الدم في جميع أنحاء العالم وبين الثلاث الأوائل في شكل وراثي من فقر الدم يسمى التلسيمية طبعاً وهذا التصنيف وفق قاعدة بيانات مقرها الولايات المتحدة واسمها إكسبرت سكيب معنا الدكتور خالد عبر سكايب من لندن أهلاً وسهلاً دكتور صباح الخير وألف مبروك أهلين صباح الخير صباح الخير بارك فيك أهلين فيك يسعد صباحك دكتور فخورين بهذا الإنجاز للجسم الطبي الأردني والعالمي اليوم نتحدث عن هذا التصنيف المتعلق تحديداً بأمراض الدم إذا سمحت الدكتور تضعنا أكثر بصورة هذا التصنيف طبعاً كان نتاج سنوات من العمل والاجتهاد والبحثات الطبية نعم طبعاً نحن في مجال الأبحاث في عنا أكثر من مراجع بتصنف الأبحاث التي نقوم بها الآن التصنيف الذي حكيت عنه هو الأكسبرت سكيب بتطلع على آخر عشر سنين مين عم بيقوم بعدة أبحاث وشجودة هذه الأبحاث وين عم تنشر بأي مجالات عالمية في تصنيف آخر كمان من جامعة ستانفورد هو جست سبيل أنه ينحط الأبحاث التي عم تنعمل بصورة عالمية برانكينج معين للباحثين خسب الأبحاث التي يعملوهم نعم نعم طب دكتور حطنا هيك في صورة رحلتك المهنية يعني والإنجازات التي حضرتك أنجزتها وين عم بتم توظيف هذه الأبحاث وهل عم بتم مثلاً تطبيقات معينة بناء على الأبحاث التي حضرتك عم تعملها أو عم تكون جزء منها أكيد طبعاً أنا مسيرتي بطلت من خلال دراستي للطب في الجامعة الأمريكية ببيروت إذا بدك نبلش قبل أنه موليد عمان تعلمت بالمدرسة الوطنية الأرتدوكسية بالأردن بعدين تجهت لبيروت لدراست الطب وكملت دراست الطب بالجامعة الأمريكية كنت محظوظ بهذه الفترة لأنه قدرت أكتشف الشغل اللي أنا عندي الشغف فيها وإجاني دعم مناسب من البروفيسورية اللي كانوا مسؤولين عني بالجامعة مثل البروفيسور علي طاهر مثلاً الشي اللي توصلت إله وأنا بعضي تلميذ بالطب إنه ما كان عندي الحدود للطب بالعلم اللي محطوط عندنا بالكتب يعني إحنا لما نكون عم ندرس طب يكون عم نركض على إطبان العلم الموجود حالياً والمعروف أنا كان في عندي شغف للإشياء اللي لسه مش معروفة هي عن المرض نفسه كيف بتصير المرض أو كيف نقدر نعالج المرض للأمراض اللي لسه مائلها علاج أو علاج كفو فوجهت مسيرتي للأبحاث فبعد دراسة الطب بعملت دكتوراه كمان بين جامعة ميلانو وجامعة لايدن بهولندا التخصص بالكلينيكال ريسورش نسمي إحنا الأبحاث السريرية اللي هي بتتم على المرضى لأنه في عنا طبعاً أبحاث بتصير بالمختبرات بتصير على الفيران بتصير على الإشياء البدائية اللي بناخد فيها المعلومات الأولية بعدين إحنا منعمل الأبحاث على المرضى عساس نقدر نفهم المرض أكتر أو نقدر نعالجه بطريقة معينة فمسيرتي ابتدت من هناك وبلشت بالأبحاث طبعاً لقال يعني تلاقيت نجاح من أولها فأكيد هذا أعطاني حافظ أني أكمل بهذا الطريق نعم بعد هذه الفترة طلعت من الأكاديمية لفترة وبلشت أشتغل مع شركات الأدوية اللي هي المصر الأول لتطوير أدوية حديثة طبعاً إحنا بالأكاديمية كأطباء بنعمل الدراسات بس الدراسات لما تكون فيها أدوية عم نتجرب بلا نشوف كفائتها وقدي هي سيف يعني قدي هي آمنة هذا الحكي بيبلش من شركات الأدوية فاشتغلت كمان بسويسرا مع شركات عالمية بتطوير أدوية في مجال الأورام والدم اللي هو المجال اللي أنا تخصصت فيه أكتر شي من ناحية تطوير الأدوية وبعدين أنشأت أنا شركتي الخاصة مقرها بلندن وطبعاً امتدت هلأ صارت مشاركة عالمية اللي هي شركة استشارية بتساعد شركات الأدوية على تطوير أدوية جديدة بمجال الدم والأمراض والأورام وغير مجالات وطبعاً خليت الأكاديميكات منسميها يعني أنه أنا ضليت أقوم بالأبحاث الخاصة تبعتي بمجال أمراض الدم الرير هيمتولوجيك نزيز منسميهم اللي هي الأمراض النادرة اللي معظمها بيجي من خلال خلل جيني ونقدر نحكي أكتر عن الأمراض المعينة اللي عملنا فيها اكتشافات وتطوير أدوية وحالياً أنا رئيس الأبحاث بمجموعة برجيل الطبية بأبوظبيه بالإمارات عم نأسس كمان هناك مراكز للأبحاث ودراسات معددة بهذا المجال ومجالات أكتر من خلال السرطان والدم والأمراض والقلب وغير أمراض طبعاً فيه تورة هلأ بالإمارات بالبحث العلمي بلشت من أيام يعني بلش من الكوفيد والتطوير اللقاحات فصار فيه قابلية أكتر على إنجاز الأبحاث هناك فعم نطور كمان ببعدة مستشفيات بالإمارات نعم ما شاء الله عليك دكتور أكيد يعني سنوات من العمل الجاد والتعب صعب اختزالها بدقائق ولكن بحب كمان أركز من خلال هذه السنوات ومن خلال مسيرتك اللي أيضاً تميزت فيه أيضاً البحثات المتعلقة بالتلاسيمية صحيح؟ مضبوط نعم تضعنا أكتر بصورة موضوع التلاسيمية لأنه منعرف أيضاً في منطقتنا العربية منتشر بشكل كبير وعن بيكون عوامل خطورة أكبر مضبوط الآن التلاسيمية هو مرض وراثي مرض خلال جيني بيخلي الجسم ما ينتج كوريات الدم الحامرة اللي فيها هي الهيموغلوبين نسميه خضاب الدم اللي هو مسؤول على نقل الأكسجين لكل أعضاء الجسم فمرضة التلاسيمية بورثوا هذه السمة من الأبوين إذا ورثوا خلل من الوالد والوالدة ممكن يصيروا عندهم المرض الكامل اللي منسميه ثلاسيمية وهذا الفقر الدم اللي بيصير عندهم مش مثل الفقر الدم اللي بيصير مثلاً من نقص الحديد بيكون فقر دم حاد بوصل يعني الهيموغلوبين تبع الشخص لأربعة أو خمسة ما بيقدر يعيش بهذا الدم فبضطروا المرضى ياخدوا دم لمدى الحياة وبنفس الوقت المرض منتشر هو ليس مرض معدي ولكنه منتشر عندنا بالمنطقة لسببين هو يعني كطفرة جينية صارت خلال عقود للمنطقة اللي كان فيها الملاريا المرض الملاريا اللي هو بنتشر من العقس البرغش كان في منطقة شمال أفريقيا والميدل إيس عندنا الشرق الأوسط حتى وصول لتايلند وجنوب شرق آسيا بهذه المناطق الناس اللي صار عندهم مناعة من الملاريا صار عندهم هذا الخلل الجيني فصار كل ما حداً يتجوز حداً عنده هذا الخلل الجيني اللي ساعده يتغلب على الملاريا صار الأولاد اللي بيجوا منهم ممكن يكون عندهم مرض الثلاثيم وإحنا عنا كتير جواز أقارب بالمنطقة بوصل لها 25 و 30 بالمئة من بعض البلدان فصار المرض منتشر فهو مرض وراثي نادر ولكنه منتشر بمناطق معينة منها الشرق الأوسط فأكيد عشان هيك أنا كان عندي اهتمام إذا في أي شيء بدأ أطور فيه أبحاث بدي يكون إلو صلة مع المنطقة اللي أنا منها وهنا تكون كمان أهمية فحوصات ما قبل الزواج اللي أصبحت شرط بموضوع التلاثيم طبعاً في كتير نحن مميزين في البلد عندنا الأمراض نادرة ولكن منتشرة هلأ هي الفكرة من إنفاقتي طبعاً فحص قبل الزواج هو الطريقة اللي واحد يكتشف إذا هو حامل السما اللي ممكن إذا تجوز حدا كمان حامل السما يكون عندهم طفل بس طبعاً إحنا الفانون ولا بأي بلد بيقدر يمنع الأشخاص من الزواج ولكن بعد ما صار في وجود لهذا الفحص خفت عدد المرضى اللي عم بولدوا عندهم تلاثيم بس طبعاً المرض موجود وفي عنا المرضى اللي موجودين أصنع العدل نعم طب دكتور بالنسبة للبحث العلمي حضرتك مسيرتك كلها في أوروبا هل ترى أنه البحث العلمي في الأردن كمان ذكرت عن الإمارات ولكن نزل نحكي عنه الأردن وحضرتك طبيب أردني هل ترى أنه البحث العلمي الخاص في مجالك في الأردن يعني مجال يعني موجود يمكن تطويره يوجد زخم في العمل عليه يوجد اهتمام مثلاً أو لا إذا آه ليش لا ليش هي أو لا طبعاً إحنا الأبحاث العلمية مصنفة لأكتر من من نوع هلأ الأبحاث اللي بتصير أنا سميتها بالأول الأولية اللي هي بتصير بالمختبرات أكتر على الحيوانات على الفران تتاخد أنت معلومات أولية عن شغلات ممكن تكون تنطبق على الإنسان إحنا بنعمل دراسات على حيوانات تركيبها بشبه جسم الإنسان هذول بدهم مختبرات حديثة ومطورة طبعاً في عنا هذه الكفاءة بالمنطقة في عدة مختبرات بالإمارات بقطر بالسعودية على الأغلب بالأردن كمان فيه ببعض الجامعات ولكن أكيد ما بتقارن مع الموجود بأوروبا وأميركا هلأ الأبحاث السريرية اللي هي منسميها الكلينك اللي هي بتصير على المرضى طبعاً إحنا عنا كل الكفاءة لأنه أنت اللي بتحتاجه هو مستشفى يكون حديث فيه كل التحليل المختبرية التحليل الصورية الأطباء طبعاً اللي بيكونوا يعني عندهم علم عن عملية البحث وهذا كله موجود عندنا بالمنطقة بشكل عام بالأردن وبغير اللي بيصير عندنا مشكلة فيه بالعادة هو الدعم المادي للأبحاث لأنه الأبحاث مكلفة جداً طبعاً فهذا الدعم المادي طبعاً بأميركا مثلاً وبأوروبا بتقدر تلاقي جهات خاصة أو حكومية بتقدم ملايين من الدولارات للباحثين اللي يقوموا بهذه الأبحاث طبعاً هذا الإشي مش موجود عندنا أكيد فيه أولويات مختلفة لعدة البلدان فمش كل البلدان عندنا عندها هذا المجال وعلى أغلب إنه مش موجود بالمنطقة العربية يعني بقدر أقول هذا الحكي بس الدعم التامي اللي هو بيجي من شركات الأدوية لأنه شركات الأدوية هي عشان تطور أدويتها مضطرة تختبرهم على المرضى من خلال المستشفيات نعم المشكلة هون اللي عمنا تخطوها هلأ اللي هي إنه فيه شوية عدم ثقة من الشركات الأمريكية والأوروبية بكفاءاتنا بالمنطقة هذا ممكن كان الحكي مضبوط من قبل عشرة وعشرين سنة لأنه ما كان فيه مستشفيات حديثة الأطباء يمكن كانوا مركزين أكتر على الشغل المهني مش على الأبحاث بس حالياً هذا كله تغير يعني ففي عنا كتير بالأردن مثل مركز الحسين للسرطان في عنا بالسعودية عدة مستشفيات بلبنان الجامعة الأمريكية بالإمارات عدة مستشفيات صاروا عم بيفوتوا بمجال الأبحاث وبتخيل من هون لعشر سنين ممكن إحنا نوصل لمرحلة كتير مشابهة من ناحية وجود الأبحاث عنا مثل أوروبا وأمريكا نعم والله دكتور خالد طبعاً بعدنا بالبداية يعني كفيت وفيت صراحة شكراً جزيلاً لإلك قديش مبسوطين بحضرتك قديش فخورين بحضرتك كطبيب أردني في هذا المستوى العالمي والعالي جداً وشكراً جزيلاً لمشاركتنا يعني هذا الوقت ونتمنى نشوفك في الأردن يعني قريباً أكيد أكيد بالتعل شكراً دكتور ألف مبروك إلنا وإلاك وإحنا دائماً نستخدم هذه الأسماء كنموذج حتى للطلاب للشباب في الأردن كأسماء ملهمة شكراً إلك شكراً جزيلاً